اشتركوا في القناة أما في الدقائق الممتعة المقبلة لنا موعد مع قصة بعنوان الإخلاص سر من أسرار العمل لنبدأ قصتنا على بركة الله هناك مدينة كبيرة تجاور الغابة ولكنهما منفصلتان في كل شيء حاول بعض سكان المدينة لا اعتذاء على الغابة فواجهتهم الحيوانات بكل قوة وحاول أيضا بعض الحيوانات الخروج إلى المدينة للتجول فتصدت لهم شرطة المدينة فالتزم الجانبان كل داخل حدوده وفي أحد الأيام حدث زلزال في المدينة اهتزت الأرض وتهدمت البيوت القديمة في أطراف المدينة حاولت قوات الدفاع المدني الدخول إلى الشوارع الضيقة لم تستطع السيارات الوصول إلى المنكوبين قال الضابط لحاكم المدينة لا يوجد مكان للسيارات تسير فيه أو تعمل فيه الحاكم وما الحل؟ الضابط لا بد من زلاقات صغيرة تجرها حيوانات قوية الحاكم ومن أين لنا بهذه الحيوانات القوية؟ الضابط نرسل من أجل المساعدة إلى العاصمة الحاكم سوف يستغرق ذلك وقتا طويل يكثر فيه عدد الضحايا الضابط ما رأيك أن نطلب المساعدة من جيراننا حيوانات الغابة؟ الحاكم انطلق بنا هيا إلى الأسد مالك الغابة نطلب منه المساعدة عندما وصل الضابط والحاكم إلى مشارف الغابة رآهم النمر فائق حارس الغابة أصرع إلى الأسد وقال أيها الأسد إني أرى حاكم المدينة مجاورة يستعد لهجوم جديد علينا أصدر الأسد أمرا إلى حيوانات الغابة بالاستعداد لصد أي هجوم عاد النمر فائق لحدود الغابة وهناك قابل الحاكم ومن معاه فقال له ماذا تريد يا حاكم المدينة؟ هل تريد الهجوم علينا مرة أخرى؟ الحاكم لا بل جئت أطلب مساعدتكم ألم تشعر الحيوانات بززال الأمس؟ النمر بلا شعرنا به وتهدمت بعض بيوت الحيوانات ولكن الخسائر قليلة وستطعنا إصلاحها الحاكم ولكن خسائرنا نحن كبيرة أخذ الضابط يقص على النمر المشكلة وحاجتهم إلى حيوانات قوية النمر فهمت سوف أخبر الأسد ولما علم الأسد بالخبر قال حسنا لن نتأخر في مساعدة جيراننا سكان المدينة أصدر الأسد أمرا إلى الحصان مخلص والحصان كسلان والحصان ضعفان بالخروج مع حاكم المدينة للمساعدة في إنقال ضحايا الزلزال خرج الثلاثة مع الضابط وحاكم المدينة ليبدأوا العمل عندما شاهد الحصان مخلص مظاهر الضمار انطلق بكل قوة وأخذ يجر الزلاقات وينتشل الضحايا من بين الأنقاض بينما أخذ الحصان ضعفان والحصان كسلان يعملان في كسل وبعد فترة من العمل الشاق جلس الحصان مخلص ليستريح قليلا فأقبل عليه الحصان كسلان وسأله مستنكرا لماذا تتعب نفسك يا حصان مخلص إلى هذه الدرجة؟ الحصان مخلص وماذا تريدني أن أفعل الحصان كسلان؟ هذه ليست مدينتنا ولا داعي لهذا التعب الشديد صاح الحصان مخلص في وجهه وقال يا حصان كسلان إن الإخلاص واجب في كل الأعمال والأوقات إن الذي لا يخلص في عمله يصير كعمود البناء الضعيف ويكون سببا في انهيار أي عمل الحصان كسلان افعل ما تشاء لم تتأثر عزيمة الحصان مخلص بكلام الحصان كسلان وظل على اجتهاده وأوشكت الأزمة على الانتهاء وستطاع الحصان مخلص إنقاذ كثيرا من الضحايا وبينما الحصان مخلص منهك في سحب الزلاقات ظلت قدمه فوقع من ارتفاع كبير على الأرض أسرع العمال والشرطة والحصان كسلان إلى الحصان مخلص فوجدوه قد أصيب إصابة شديدة في رقبته ويتنفس بصعوبة لقد كان في حالة احتضار هنا قال له الحصان كسلان ماذا جنيت الآن؟ لقد فقدت حياتك فماذا نفعك إخلاصك؟ قال الحصان مخلص بصعوبة يا حصان كسلان لأن أموت مخلصا خير لي من أن أعيش مستهترا ولئن أكون قد فقدت حياتي فقد أنقذت حياة الكثيرين يا حصان كسلان لا تجعل مصلحة نفسك محور الحياة ولكن اجعل أكبر همك العطاء ثم أسلم الحصان مخلص الروح لبارئها كان موت الحصان مخلص بمثابة الشرار التي دفعت الجميع إلى مزيد من العمل فأنقذوا معظم المصابين وتمت إزالة الأنقاض وبنوا حيا جديد مكان البنايات القديمة وأطلق حاكم المدينة اسم الحصان مخلص على الشارع الكبير ووضعت لوحات في أنحاء الشارع تحمل اسم شارع الحصان مخلص لقد مات الحصان مخلص لكن ذكراه الطيبة وفعله الحسن لم يموتا ولم ينسى الناس جميل الحصان مخلص إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خلاصة القصة الإتقان في العمل يحتاج إلى الإخلاص لذا سواء كنت تعمل لنفسك أو لغيرك يجب أن يشملهما الإخلاص ربما قد يكون آخر عمل لك لذا كن حريصا أن يكون متقنا لكن لا تنسى العمل المتقن له مكافأتان وإلى أن نلتقي في دقائق أخرى على محبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر